صباح الخير، كيفك حبيبتي، ماري كريسمس أول إشي وممكن عام ونتي بي ألف خير وعيدك بخير يا رب حبيبتي ميسون، طبعا ميسون ننخبركم ونطمنكم ونبشركم أنها رح تكون معنا طبعا بفقرة خاصة ضمن سهرة رأس السنة على أمل أن نودع لـ 2020 وكلنا طاقة لـ 2021 إن شاء الله، اليوم ميسون بدك تحكي لمجموعة من الأبراج ملخص صح؟ أي أبراج رح نحكي؟ نحكي ملخصات مفيدة عشان نخلي التفاصيل لليلتراس السنة بإذن الله العقرب سنة التغيير المالي والعائلي يعني ممكن تكون في فرص مالية كبيرة وأيضا في قرارات يعني الأمور الشخصية مثلا على غفلة برج العقرب يقرر أنه يسافر أنه يبدأ بمشروع أو أنه يرجع يدرس أو يغير تخصص عمله هذه الأمور بدك بكل أحوالها تعتمد فيها الدبلوماسية وتعتمد فيها ذكائك وخبرتك بالحياة ما تسمح لزحل أنه هو يقود الدفة لأنه هاي المسألة رح تخلي أنك تخسر هاي الأمور كلها وتعدي عليك مرور الكرام دون أن تشعر فيها إذن انفراجات مالية أيضا ورح تعمل إذا صار عندك انفراج مالي رح تفكر بالبيع والشراء خاصة شراء بيت أو شراء سيارة كتجديد بدنا نقولكم أنه في دعم لبرج العقرب على كل المستويات لحتى تبدأ بشيء جديد بحياتك ولكن انتبه كل الأبراج بدها تنتبه ديروا بالكم على الموضوع المالي يعني الصرف اللي مائل وداعي يعني تغيير سيارة لسنة أجدد مش مهم تغيير بيت لحتى يكون موقعنا شوي أحسن لوضعنا الاجتماعي الجديد كون صار عندنا انفراج مش مهم بنحكي للأمور المهمة ما في مشكلة ولكن الأمور الغير مهمة بدكم تحافظوا على فلوسكم بسنة الواحد وعشرين عشان آخر الواحد وعشرين أقولكم بالاتنين وعشرين شوفي شوفي بالظبط مية بالمية يعني هو شوفي بتخيل هذا الكلام ينطبق علينا جميعا يعني احنا هذا لكل الأبراج مش للعقرب طبعا الكورونا يعني الكورونا علمتنا أنه في أمور هيك رفاهيات الحياة بتكون مش ضرورية ومش مهمة مضبوط وبعتقد كمان أنه أصلا من أهم النظريات بعلم النفس بقولك أنه لما أنت تبدي تصنفي ما هو المهم والأهم والأهم أهم يعني حياتك كتير بتتفلتر أو بتتغرب مضبوط بطريقة معينة مضبوط هي كورونا فلترتنا بصراحة آآآ كف مرتب عن أي برج نحكي هلا؟ بدنا نحكي للعذراء يلا بداية السنة النص الأول من السنة هو تحقيق لحلم تحقيق لشيء أنت كنت قد سعيت فيه ممكن من عشر سنين ثمان سنين سبع سنين بديت أنك تشتغل عليه ولكن ما نجح بإيدك أو ما كان عندك الصبر عليه هلا رح نشوف بالنص الأول من السنة رح تتغير الأمور وتظهر طوالع جديدة وفي أمور رح تظهر لتخليك أنت تفتح الباب مرة ثانية لهذا الأمر ورح تنجح فيه ورح تحققه ولكن برج العذراء بدنا نوصيك إذا أجتك الفرصة ما تفكر كثير ما طيل التفكير أنا هاي الأشياء اللي عم بحكيها لكل برج من يومين وجاي هي التحذيرات فقط من إيش؟ كل برج بده يحذر العذراء ما طيل التفكير يعني أجاك مشروع ما تقول مثلا بدي شهر لأرد وبنفس الوقت ما أخذ قرارات سريعة الدراسة مطلوبة واستشارة ذوي الشأن مطلوبة ولكن ما نطيل بالموضوع لأنه هاي المسألة ممكن تضيع منك وانت عم بتفكر النص الثاني من الشهر العذراء ممكن يكون فيه بدنا نوصيك على صحتك من منتصف السنة لأنه في عنا كسوف في الجوزاء في شهر ستة من هون بدنا ندير بالنا على صحتنا أو على صحت أحد الناس المحيطين فينا ما تبقى رح تكون الأمور ممتازة جدا لبرج العذراء على مدار السنة فقط الحذر والانتباه جميل معكم ضمن فقرة الأبراج مع ميسون حكينا عن العقرب والعذراء دور مين هلا جدي حلو اختيارك للأبراج يعني مش مرتبين حتى بليلة راس السنة مستحيل مش راح أبدأ بالحمل أوكي للا رح تكون عشوائي عشان يحضروها كل هلا الفقرة مش بس هيك حرام الحوت دائما أنا كل سنة بقول السنة جاي بدي أبدأ بالحوت لأنه عطيله شوي التعويض أمي دائما نبتزهق أمي دائما نبتزهق بس تحضر أي فقرة تخص الأبراج لأنه بدي يا الله دادل أسمعكم كلكم تكرم عين همامتك يوم الخميس راح نبدأ بالحوت بالحوت خلص إن شاء الله الجدي النصف الأول فترة التعويض لألك لأنه هاي الثلاثة الشهور الأخيرة برج الجدي كان تعبان كان عنده تراجع حتى على المستوى العاطفي مش لكل الجدي العشرية الأولى والثالثة هي اللي كانت تعبانة فهي فترة تعويض لبرج الجدي خاصة للي كانت صعبة عليهم بالسابق بسنين الماضية هلا أيضا راح تنفتح لهم أبواب النصف الثاني من السنة بتكم تنتبهوا راح تظهر عندكم منافسين بشكل فوق الطبيعي يعني مش واحد أو اثنين راح تلاقوا النجاح الناس اللي راح تنتبه لشغلها وتسعى وتتعب وتتراعي كل المعطيات اللي عم تظهر راح يصير عندها مرابح مادية مالية عالية المستوى فرح تظهر المنافسين بهاي الحالة فبتكم تنتبهوا إذن النصف الثاني من السنة تنتبهوا للمنافسين وأنتوا قادرين أنكم توقفوا المنافسين بحدهم استعدوا لأي طارق بالنصف الثاني من السنة عشان تقدروا ما بقول أنه راح يكون عندكم سلبي ورح يكون عندكم مصايب لا استعدوا لأي طارق أنكم توقفوا بحده وتمنعوا أنه يتفاقم زي ما حكينا عشان وجود زحل فلما يدخل عند الحوت الأمور راح تظهر عند الجدي على شكل منافسين وأيضا نسيت أحكي أنه للعذراء النصف الثاني كمان عندهم راح يستسمعوا من الناس أمور أنتوا ما بتعرفوها عن حالكم يعني نميمة آآ طبعا هاي النصف الثاني أيضا بدكم تنتبهوا لها في كثير أبراج بدها تدير بالها على سمعتها مثل الأسد كمان بدوا ينتبه لسمعته بالنصف الثاني من السنة يبلش نسمع حكي ليش لأنه الناس لما ترتقي بسرعة بنلاقي كثير بالمقابل يظهروا لحتى يكسروا طبعا يعني هاي المسألة موجودة عند الأسد عند العذراء عند الجدي مش متذكرة باعي الأبراج بس راح نحكي عنهم تباعا بإذن الله إن شاء الله ميسون دي أشكرك حبيبتي إحنا بكرة بدنا نخبركم بكرة ما راح نكون موجودين معاكم على الهواء مباشرة ولكن إن شاء الله يوم الأربعة راح نكون بحلقة احتفالية خاصة مع بنك سوستي جنرال الأردن ويوم الخميس بكم تابعونا بالليل مش الصبح لنحتفل بعام جديد يارب يكون عام ألطف وأحن علينا كبشر جميعا تانكيو ميسون حبيبتي أعطيكي ألف عافية ومشاهدين منلاقيكم يوم الأربعة إن شاء الله على خير صح الصح صح 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 ما ردنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة